على عكس التوقعات، محكمة الاستئناف في باماكو المالية تصدر أحكاماً ثقيلة في حق الجنود الإفواريين المعتقلين لديها منذ شهر جويليا الماضي، بعد اتهامهم بالتآمر لزعزعة أمن الدولة مالي المدعي العام لمحكمة الاستئناف في باماكو يعلن تسلط عقوبة عشرين سنة وغرامة بقيمة مليوني دولار في حق ستة وأربعين جندياً إفوارياً وأحكاماً بالإعدام غيابياً في حق ثلاث جنديات إفواريات سبق للمجلس الانتقالي المالي أن سمح بإطلاق صراحهم شهر سبتمبر الفارتة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في باماكو واجهت الجنود الإفواريين بتهم من بينها التجمع الإجرامي والهجوم والتآمر ضد الحكومة والاعتداء على الأمن الخارجي للدولة وحيازة الأسلحة وحملها ونقلها الأحكام الصادرة في حق الجنود الإفواريين الموقفين لم تكن كما انتظرتها السلطات الإفوارية ومن ورائها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التي هددت بتسليط حزم عقوبات جديدة على مالي في حال عدم الإفراج على الجنود قبل الفاتح من جنوذي 2023 ويتوقع الكثيرون إصدار السلطات الانتقالية المالية عفوا رئاسيا في حق الجنود الإفواريين في غضون أيام بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم التزاما بأحكام مذكرة التفاهم الموقع الأسبوع الماضية بين البلدين